مساء الخير بين انتخابات رئاسية في ايران اليوم ومناظرة مفصلية للمرشحين الامريكيين اللدودين تمهيدا لانتخابات في تشرين ثاني ثم تستحققان تشريعيان في فرنسا وبريطانيا الاحد والخميس اما في لبنان فلا انتخابات رئاسية ولا من يحزنون وعليه يجرجر الشغور الرئاسي شهرا بعد شهر ذلك ان طريق الرئيس العتيد الى قصر بعبدة لا يعبدها الا توافق يخلص اليه تواصل بين المكونات السياسية والنيابية مهما كانت مسمياته حوارا كان ام تشاورا او غير ذلك الشغور على الجبهة الرئاسية في الداخل لا يوازيه شغور على الجبهة الامنية والعسكرية الجنوبية التي يملأها العدوان الاسرائيلي المفتوح للشهر التاسع على التوالي هناك ظل منصوب المواجهات بين مد وجزر وكذلك وطيرة التهديدات الاسرائيلية بشن حرب واسعة على لبنان وفي الوقت نفسه تتداخل مفردات التهويل مع الشائعات وكلا الامرين يصباني في اطار الحرب النفسية حتى يثبت العكس وعليه ثمت سباق بين تصعيد عسكري مضبوط وحرب من دون سقوف ومن رحم هذا السباق تنبثق تساؤلات من قبيل هل يستغل كيان العدو انشغال العالم ولسيما بعض الدول المؤثرة بانتخاباتها الرئاسية والتشرعية ويترجم تهديده الى عدوان ام انه يأخذ بالنصائح والتحذيرات من الاقدام على مغامرة غير محسوبة ذلك انه لم تبقى دولة او منظمة عالمية الا ونبهت من مخاطر الانزلاق الى حرب تأكل الاخضر واليابس ولا تنحصر ضمن الجغرافيا الممتدة من فلسطين المحتلة الى لبنان واذا كانت وسائل علام امريكية قد نقلت عن مسؤولين في واشنطن قلقهم من شن اسرائيل هجوما كبيرا على لبنان قريبا فان الرد جاء من تل ابيب نفسها حيث اكدت وسائل علام عبرية ان الحرب لن تندلع في المستقبل القريب محذرة من ان المواجهة لن تتحقق ولن تحقق اي نتيجة وان الثمن سيكون باهضا وقالت هذه المصادر حرفيا ان حربا مع لبنان ستقودنا الى هزيمة المطلقة اضف الى ذلك الرسالة التي بعثها مراقب الدولة في كيان الاحتلال الى بن يمين تنيهو وفيها ان اسرائيل ليست مستعدة للحرب في الشمال وابعد من لبنان وفلسطين اتجهت الانظار اليوم الى ايران والولايات المتحدة ففي الجمهورية الاسلامية تجري منذ الصباح عمليات الاقتراع لاختيار رئيس خلفا للراحل ابراهيم رئيسي ودعي اكثر من واحد وستين مليون للمشاركة في هذه العملية لانتخاب الرئيس الرابع عشر من بين اربعة مرشحين هم اصلاحي واحد وثلاثة محافظين وقد بكر مرشد الجمهورية السيد علي خامنئي في الادلاء بصوته مؤكدا ان المشاركة الكبيرة مطلوبة لاثبات صحة وسلامة الجمهورية الاسلامية اما في الولايات المتحدة فانشد انتباه الملايين في البلاد وخارجها الى المناظرة الاولى التي جرت بين المرشحين جو بايدن ودونالد ترامب المرشحان الديمقراطي والجمهوري نشرا غسيلهما امام الملايين ولم يتركا توصيفا مشينا ومقضعا الا واستخدماه في مقارعتهما لبعضهما البعض في مواضيع تمتد من فلسطين الى اكرانيا وروسيا والصين والاقتصاد الامريكي حتى ان علاقة ترامب مع ممثلة اباحية بينما كانت زوجته حاملا حضرت في المناظرة التي لم يتصافح المرشحان بعد انتهائها وبحسب استطلاعا للرأي بعد المناظرة فان 67% قالوا ان اداء ترامب كان افضل فيما اعطى 33% الاداء الافضل الى بايدن